اهلا بكم مشاهدين الأكارم تهديد باستهداف كل المصالح الأمريكية في العراق تضمنه بيان لفصائل مسلحة قالت إنه رد على عدم تنفيذ قرار إخراج القوات الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن فيما اعترضت أطراف أخرى داخل البرلمان تحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث سنوات لسحب قوات بلاده من العراق وفيما عللت واشنطن بقاءها بتقديم المساعدة لبغداد لحفظ أمنها تتواصل المطالبات بسحب كل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية بما فيها الأمريكية فماذا وراء الانتقادات للتائج زيارة الكاظمي إلى واشنطن تحديدا فيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في العراق وإلى أي مدى يمثل هذا الموقف كل الأطراف داخل العراق أو على الأقل أغلبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سؤال الحلقة في صفحتنا على موقع تويتر أت أرتي أرابيك برأيك هل ضمن الكاظمي لانسحاب الأمريكي من العراق يمكنكم الإجابة بنعم أو لا السؤال مطروح أيضا على موقعنا عبر الأنترنت أرابيك دوت أرتي دوت كو لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد كل من الكاتب والمحلل السياسي بسام القزويني ورئيس مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي جمعة العطواني أرحب بكم على شاشة أرتي وأبدأ معك سيد بسام ما الذي يفسر الجدل حول نتائج زيارة الكاظمي إلى واشنطن خصوصا فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من العراق تحية طيب لكم وللظيف الكريم أولا الزيارة نجحت على أكثر من صعيد أولها وأهمها السياسي حيث لأول مرة يزور رئيس وزراء عراقي في الدورة الحالية لولاية المتحدة الأمريكية واستقبال بهذه الحفاوة بسبب التزوير الذي شاب الانتخابات الأخيرة وفقدان مجلس النواب الحالي لسلطته ووجوده الشعبي والدولي وحتى الديني على مستوى المرجعية وقد توحد كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بدعم الكاظمي كذلك توحد كل من كونغس المريكي بقيادة برئاسة بيلوسي والرئيس ترام وهم متناحرين كما نعلم بدعم الكاظمي هذه الإشارات كلها تعطينا انطباعا وتنقلنا إلى أن السياسة المتبعة حاليا في العراق أرضت القوى العظمى في العالم وهذا شيء يثير الإعجاب ويفرح العراق المفروض ولا ننتقد هذا الشيء أما إن تطرقنا إلى الامتعاض الذي ذهبت إليه الفصائل المسلحة في العراق أو جماعات الضغط الصغيرة هو لعدة أسباب منها نتكلم بوضوح جدا هذه الفصائل لديها نفوذ اقتصادي أصبح ومالي قوي جدا إن دخلت شركات أمريكية للعراق أو إن دخلت وزارة الخزانة الأمريكية تعاونت مع الحكومة العراقية في ملاحقة الفساد خصوصا نوشيعة بأن الكاظمي يبحث عن شركات عالمية لملاحقة الأموال التي سرقت من الشعب وحولت إلى البنوك الدولية هي تخاف من تواجد هذه الشركات بالإضافة إلى تريد أن تكسر النجاح الذي حققته الزيارة تريد أن تقلل من شأنها الزيارة نجحت جدا والكاظمي أعلن من قلب البيت الأبيض بأن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة جوار وصلت الفكرة سنفصل في العديد من النقاط الأخرى سيد بسام لكن قبل ذلك أود أن أشرك معي السيد جمعة في مناقشة هذا الموضوع سيد جمعة زيارة ناجحة للكاظمي إلى واشنطن نسيما أنه تمكن من التوصل إلى تحديد موعد لسحب القوات الأمريكية من العراق في خلال ثلاث سنوات لماذا يراها كثيرون عكس ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ترامب ألغى كل التصريحات التي صرح بها السيد الكاظمي سواء في بغداد أو حتى في داخل واشنطن لأنه في الوقت الذي كان يقول السيد الكاظمي بأن العراق لا يريد أن يكون منطلقا للاحتداء على دول الجوار أو لزعزعة أمن المنطقة وجدنا ترامب يقول في المؤتمر الذي جمعه مع السيد الكاظمي بأن وجود القوات الأمريكية في العراق ضمان على منع إيران من التحرك في المنطقة وهذا بالتأكيد يدل على أن سبب وجود أمريكا وإصرار الإدارة الأمريكية ليس للتدريب والاستشارة كما يزعم الكاظمي وقبله من رؤساء وزراء العراق أو حتى بعض المسؤولين الأمريكان وهذا احتراف واضح وصريح بأن السبب الرئيسي لوجود هذه القوات هو لمواجهة إيران ثنيا السيد الكاظمي أخذ على عهده منذ تشكيل حكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في الداخل العراقي في دورته الحالية بينما قائد الجيوش الأمريكية في الشرق الأوسط ماكينز أكد على أن وجود القوات الأمريكية في العراق سوف يبقى لأمد طويل وحتى في المؤتمر الصحفي عندما تم الحديث عن ثلاث سنوات ليس لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق وإنما لإعادة صياغة عنوان جديد للقوات الأمريكية وبالتالي التعاطي معها لا على أساس تحالف دولي وإنما على أساس وجود أمريكي في الداخل العراقي وبالنتجة النهائية أهم ملف كان ينتظره الشعب العراقي والبرلمان العراقي قد أجهض في زيارة السيد الكاظمي الأخيرة طبيعة التعاطي مع السيد الكاظمي هو إملاءات وليس حوارات متبادلة بدليل عندما نتحدث عن وجود أمريكي بناء على طلب عراقي كان يفترض بالأمريكان أن يسمعوا من الجانب العراقي هل تحتاج إلى قوات أمريكية أو لا تحتاج وصلت هذه الفكرة سيد جمعة كم نحتاج إلى وجود هذه القوات وإضافة إلى كل ما قلته سيد بسام إضافة إلى ما قاله السيد جمعة هناك انتقادات تطال الكاظمي تتهمه بالمشاركة في تلميع سورة ترامب لأغراض أمريكية انتخابية وإظهاره في سورة المتحكم في كل ما يحدث في الشرق الأوسط وفي العراق تحديدا هل فعلا جاءت هذه الزيارة لصالح ترامب لا لغيره؟ هذا غير صحيح لأن المكتسبات تحققت على المستوى الآن وعلى المستوى الستراتيجي تحدثنا في بداية اللقاء أن بيلوسي رئيس الكونجرس الأمريكي وهي ديمقراطية كما نعلم أيدت وطلبت تأجيد سفر الكاظمي إلى بغداد للقاء به بالإضافة إلى دعم ترامب وهم جمهوريون وديمقراطيون بالإضافة إلى الرسالة التي وردت إلى الكاظمي مجلس الشيوخ الأمريكي وهذه الرسالة هي من أكبر وأهم شخصيتين في مجلس الشيوخ أحدهما أيضا جمهوري والآخر ديمقراطي هم يدعمون سياسة الكاظمي بمعنى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة في 2013-2020 إن فاز ترامب بدورة أخرى أو فاز بايدن فالسياسة العراقية الحالية مرحب بها لدى واشنطن فلا غير بفوز ترامب أو بفوز بايدن وهذا ربما ما أجل الاتفاقات لأنه حاليا جرت مذكرات تفاهم كما نعلم العقود والاتفاقات تأجلت ربما بعد الانتخابات الأمريكية بجولة أخرى من التفاوضات ربما انتقلنا من مرحلة الحوار إلى مرحلة التفاوض بعد أن حددنا المصالح والقواصل المشتركة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية بثلاث سنوات وانصرح إترامب في البيت الأبيض واستشارة وزير الخارجية فالمؤتمر هذا جرى بعد اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي وبين الرئيس الأمريكي يعني هناك نقاش وحديث جرى وعلى أثر هذا الموضوع خرج الطرفين وتكلمه والدليل أنه عندما تطرق الكاظمي إلى تدخل أردوغان في شمال العراق وتركيا في المباشر الرئيس الأمريكي ترامب قال إننا نمتلك علاقات قوية مع تركيا ومع أردوغان وسوف نحاول التدخل لوقف هذا الموضوع هذا لا يتري في مؤتمر صحفي الكلام الذي يدور عفوا بوجود الصحفيين بوجود كاميرات هذا ينتج عن نقاشات قبل هذا المؤتمر لا يدون أنهم يتجالسون في نفس الوقت ويتناقشون ويتخذون القرارات هذا غير صحية فالكاظمي كسب نحن علينا كعراقيين إن كان الكاظمي أو غير الكاظمي أي إن كان يجلب لنا التوازن الدولي أن يحيط دول الجوار ونحترم الجارة إيران نحترم تركيا نحترم الأردن نحترم الكويت كل الجيران لكن بعدم التدخل في الشأن الداخلي وبحمايتها من التدخل من القواعد الموجودة داخل العراق خصوصا إذا ما علمنا إن القواعد الموجودة داخل العراق هي أقل بكثير بالتسليح وبنوعيه الطائرات وعدد والعدة من قواعد كثيرة مقابل للسواحل الإيرانية في الخليج العربي سيد جمعة من فضلك الحديث أو نقطة الخلاف الأكبر هي الجدول الزمني المحدد من أجل سحب القوات الأمريكية من العراق ما الضير في الانسحاب في غضون ثلاث سنوات ألا تمثل هذه الهجمات المتكررة من قبل داعش داخل العراق سببا كافيا لبقاء القوات الأمريكية هناك لا أولا الضير يأتي من أن هذه الرغبة ليست رغبة عراقية وإنما رغبة أمريكية بدليل أننا لم نسمع من السيد الكاظمي قال لا في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع ترامب ولا حتى في بغداد أننا نحتاج إلى قوات أمريكية لمدة ثلاث سنوات قال في بغداد نحن لا نحتاج إلا بضعة مدربين ومستشارين بينما في واشنطن لم نسمع منه أي كلام بهذا الخصوص وحتى عندما سئل في إحدى المؤتمرات الصحفية رفض الإجابة عن هذه القضية إذن هي رغبة أمريكية وليست رغبة عراقية نقطة أخرى الرغبة العراقية المتمثلة في البرلمان وفي التظاهر المليونية التي تمثل إرادة شعب راقي يرفض تواجد أمريكي ليس لمدة ثلاث سنوات بل يفترض في خلال ولاية السيد الكاظمي خلال وجود الآن في الحكومة وهو الذي أخذ عهد على نفسه بأنه سوف ينهي الوجود الأجنبي سواء كان أمريكي أو تركي في نينواء أو غير من القوات التحالف الدولي خلال وجوده في هذه السلطة وبالنتج النهية فما عدا مما بدأ ثلاث سنوات يعني نكوس السيد الكاظمي عن كل عهودة وكل التزامات القضية الأخرى الآن الوجود الأمريكي ما عاد يمثل استقرار لا للعراق ولا للمنطقة أول دولة تضررت من القوات الأمريكية هي العراق انتهكت سيادتنا ضربت مقرات جيشنا فرقة 19 شرطة اتحادية حشد الشعبي لواء 4540 فضلا على الانتهاك الكبير للسيادة العراقية في مطار بغداد واغتيال الشهداء القادم فأصبحت هذه القوات تمثل خطر وتهديد للأمن والسلم العراقي فضلا ترامب هو الذي قال ترامب هو الذي قال وجود قواتنا ضمانة لعدم تحرك إيران ما يعنينا هذا الشيء إذا كانت لديك تصفية حساب بات مع إيران لديك خواعد في الخليج أو في غيرها القضية الأهم إذا كان كل قوات نستورد أسلحة من دولة يعني قواعد ويعني عشرات الآلاف من المدربين روسيا لدينا معها علاقات وتبادل عسكري لدينا طائرات ولدينا أسلحة ومعدات هل هذا يعني مدعاة إلى أن تجد روسيا موجودة في العراق بمعسكراتها وقواعد ذات حصانة وبالتالي يتحول العراق إلى عضاها عن معسكرات لدول نستورد منها أسلحة كوريا الشمالية وغير كوريا وحتى الصين لدينا معها علاقات عسكرية سيد بسام أود أن أسأل عن تأثير هذه الخلافات على الوضع في الداخل العراقي سياسيا وأمنيا خصوصا وأن العراق مقبل على انتخابات مبكرة نعم أول شيء أريد التعريج على ملاحظة أن البرلمان الحالي لا يمثل الشعب أصبح العالم بأجمعه يرى أن هذا البرلمان خرجت تظاهرات عارمة العراقيين كلهم رفضوا وجود هذه الأحزاب في السلطة سيما بعد انتخابات عام 2018 التي شابه أكبر عملية تزوير بعد عام 2003 والجميع يعلم بالإضافة إلى أن هذا البرلمان فقد أيضا شرائيته الدينية المرجعية تحدثت في مرجعية النجف أتكلم عنها تحدثت أكثر من مرة بأن هذا البرلمان لا يعبر عن متطلبات الشعب وآراء الشعب وهي من أول من تكلمت عن الانتخابات وجميع تذكر ذلك أما ما يحدث الآن فأعتقد أن جماعات الضغط الصغيرة في العراق وجماعات الضغط الكبيرة التي تتمثل بالسلطة الشرعية والتنفيذية والفصائل هي ستحاول عرقلة المضي نحو انتخابات مبكرة هم أعلنوا أعطوا تواريخ أخرى في نيسان منهم من نريدها أبكر الكل تزاحم من أجل المضي بطريق كسب الجمهور لكن الجمهور عرفهم جميعا أما ما سيدور ستحاول هذه الجماعات الضغط أن ترغط على الكاظمي فالترحيب الذي حصل عليه في واشنطن والاتفاقات أو مذكرات التفاومة التي حصلت على المستوى الاقتصادي هي ستضر باقتصاد هذه الأحزاب المسيطرة على موضوع الطاقة خصوصا والنفط في العراق سيما لو علمنا أنه لو تحقق ودخلت شركات أمريكية فعلا على مستوى مجالي الكهرباء والغاز فهذا سيوقف في المستقبل موضوع استيراد الطاقة من إيران وهذا سيضر بإيران وبجماعات إيران في العراق بالإضافة إلى أن هذه الفصائل تحاول دائما التحدث بالشعارات والصوت العالي والمرتفع ولا تعير أهمية لمستقبل هذا الشعب مستقبل الشعب ليس بالصراخ مستقبل هذا الشعب يتطلب أن تكون هناك قيادة حكيمة من هذه النقطة أود أن أنطلق مع السيد جمعة سيد جمعة لماذا شاهدنا بيانات من فصائل مسلحة بيانات غير موقعة لا نعلم مصدرها تحديدا وغابت البيانات الرسمية من القوى الفاعلة في العراق إلى حد الآن حول نتائج زيارة الكاظمي لواشنطن لا ابتداء أن نتحدث مع ضيفك الكريم إذا كان البرلمان قد فقد شرعيته هذا يعني بالضرورة أن الكاظمي وحكومتها قد فقدت شرعيتها لأن الكاظمي أعطيت له الشرعية والدستورية من خلال البرلمان فإذا فقد البرلمان شرعيته فيفترض الكاظمي الآن لا قيمة له سياسية ولا دستورية القضية الأخرى إذا كان البرلمان قد فقد شرعيته فيفترض أي قوانين تصدر من البرلمان لدينا قانون محكمة الاتحادية ولدينا قانون انتخابات ينتظر التصويت عليه في البرلمان العراقي بالتالي يجب أن لا نحترف لا بقانون انتخابات ولا بقانون المحكمة الاتحادية لا يوجد نص دستوري إذا نتحدث على مستوى الدولة يقول بأن البرلمان يفقد شرعيته عندما يحن نفسه هذه السياقات القانونية والدستورية القضية الأخرى الوجود الأمريكي الآن هو وجود غير دستوري وغير قانوني أصبح يمثل خطر وبالنتجة نهائية يجب أن لا نتحدث بقضية ميوعة وإنبطاح اليوم العراق مهدد من قبل الأمريكان قتلت قادتنا إذا إنسان عنده كرام ويشعر بفخر الانتماء لهذا البلد قادتهم نقتلوا اليوم رموزنا نقتلوا جيشنا نقتل فرقة 19 جيش عراقي من قبل الأمريكان وبالنتجة نهائية اللي مايع مع الأمريكان هذه تكليفة الإنسان يشعر بفخر الانتماء لهذا الوطن إذا عجلت الحكومة وعجلت البرلمان أن يعبر عن إرادة هذا الشعب الحر الكريم الشجاع المقاوم بالنتجة لا يسقط التكليف لا القانوني ولا الدستوري الدستور مع فصائل المقاومة والبعد التشريعي والشرعي مع فصائل المقاومة لأن هذا الوجود الأمريكي فقد شرعيته أما أسماء فصائل المقاومة معروفة نعم هي اجتمعت بشكل واحد لكن أنا أقول لك كتائب حزب الله النجبة وبقية الفصائل المضوية ضمن فصائل المقاومة هي التي كتبت هذا البيان وبالتالي عبرت عن إرادة الشعب العراقي بيان الفصائل وموقف الفصائل المقاومة يتسق تماما مع إرادة الشعب العراقي الذي خرجه بتظاهرة مليونية تظاهرة مليونية خرج الشعب العراقي ليعبر عن رفضه لوجود الأمريكي ويتسق مع إرادة البرلمان العراقي الذي هو شئنا ما بينه يمثل نتاج للتجربة الديمقراطية الحالية والذي طلب البرلمان بإنهاء الوجود الأمريكي وبالنتج أنها لجت ثم تتقاضع مع بيان فصائل المقاومة ومع موقف البرلمان العراقي وإرادة الشعب العراقي المليوني الذي يرفض أي تواجد أجربي سيد بسام إذا كانت هذه رغبة الشعب العراقي التي يعبر عنها البرلمان هل للكاظم ما يكفي من الأوراق لاحتواء أي تصعيد مرتقب تحدثت عنه الفصائل المسلحة في بيانها أولا رغبة الشعب العراقي هي التخلص من القتلى والمجرمين الذين يتكلمون باسم الدين وباسم الشعارات وسرقوا البلد بسنوات عديدة كان آخرها بدأوا يقتلون حتى المتظاهر ماذا يفعل لك المتظاهر هو خرج لطلب حقوقه بالصوت وبالشعار وقتلوهم عن أي عدالة عن أي برلمان شرعي نتحدث والجميع من التظاهرات هي من أدت إلى الضغط على الأحزاب المتحكمة بيئة البلد وجاء الكاظم رئيسا للوزراء حتى رغما عن أنف الجميع نعرف أو عن أغلبهم أو معظمهم حقيقة هذا واضح جدا الشعب وتظاهراتها التي خرجت هي رفضت هذه الكتل السياسية والأحزاب ولا تعبر أن خرجت هناك جماعات وضغط باجتماعات هي لا تعبر عن إرادة الشعب عزيزي إرادة الشعب هي لكننا سيد باسم سيد بسام عفوا شهدنا فعلا من بين المطالب التي رفعها المتظاهرون في الاحتجاجات في العراق خروج القوات الأمريكية طيب خروج القوات الأمريكية هل يتحقق بخروجهم بعد يوم أو يومين ولغاية هذا اليوم اليوم قتل ضابط رفيع المستوى على يد داعش ونحن نعلم أن قيادات داعش المتواجدة حاليا في المناطق الجبلية لا نستطيع الوصول إليها كما تكلم الخبراء الأمنيين يجب أن تكون هناك طائرات متطورة والطائرات الموجودة هي طائرات التحالف الدولي فهناك تنسيق عالي ونجح هذا التنسيق باستهداف حتى والي بغداد قيادات مهمة في داعش في الشهور الماضية لماذا لا نكمل هذا الموضوع لماذا نذهب دائما نحو التصعيل وعلى دراسة الموقف الأمني الحالي والستراتيجي ستخرج القوات الأمريكية بعد سنتين أو بعد ثلاثة ستحصل اجتماعات ستحصل هناك اتفاقات وجدولة هناك لجنة فنية ستشكل هم وعدوا الكاظمي بتشكيل لجنة فنية لعادة انتشارها خارج العراق بعد ثلاثة سنوات خلال هذه الثلاثة سنحاول الاستمرار بالاتفاق الأمني بمحاربة فلول داعش بتدريب القوات الأمنية نحن نعلم جيدا أن الانتخابات المبكرة القادمة لا ترضي الأحزاب السياسية نحتاج إلى قوات أمنية متدربة على حماية مراكز الاقتراع لأن مراكز الاقتراع ستتعرض للابتزاز وللتزوير ونحتاج إلى فعلا قوات أمنية متدربة سيد جمعة أود أن أسأل في المقابل لماذا كل هذا التركيز على انسحاب القوات الأمريكية من العراق لماذا لا يتم الحديث عن القوات التركية مثلا أيضا من الجانب الآخر عن الأياد الإيرانية في الداخل العراقي لماذا تحديدا التركيز على القوات الأمريكية قرار البرلمان العراقي لم يستثني أي تواجد أجنبي بلا استثناء قوات تركية قوات أمريكية قوات تحالف دولي ونحن وإياكم الآن إذا كانت هناك أي قاعدة إيرانية أي ضابط إيراني أي تواجد معسكر إيراني نطالب الجميع بأن يخرجوا من العراق لأن أي وجود أجنبي يمثل ثلمة في سيادة وكرامة الدولة العراقية كل رؤساء الوزراء بما فيهم السيد الكاظمي وكبار الجنرالات قالوا لدينا أصبح اليوم جيش عراقي متكامل من حيث القدرات ومن حيث الإمكانيات والانتصار الذي تحقق على داعش أكسب هذه القوات العسكرية من جهاز مكافحة إرهاب حشد الشعبي شرطة اتحادية القدرات والإمكانيات القادرة على حماية نفسه بنفسه لأيش هو الذي حقق الانتصار العشرة آلاف وخمسة عشر ألف جندي أمريكي لأبناء الشعب العراقي الذي حققوا الانتصارات فجاء داعش الذي استطاع أن يحتل ثلاث محافظات واستطعنا بإمكانيات نبدأ أن نحررها اليوم فلو الداعش التي طاردها بناء الشعب العراقي من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة إرهاب والحجد الشعبي سواء في جبال الحمرين أو حتى في غرب الأنبار يجعلنا نستغني عن أي تواجد أجنبي ولذلك لا نستغني تركيا اليوم تركيا تحتل أرض عراقية في بعشيقة وأيضا تقوم بعمليات قصف وقتل لكبار ضباطنا في شمال العراق من شرطة الحدود نطالب إخراج إنهاء أي وجود أجنبي ليس القضية قضية أمريكا لكن لأن الأمريكان الآن هم يمثلون زعزعة لاستقرار العراق القضية الأمراء بأقل من دقيقة اليوم البعض يتحدث عن ويتغنى بدماء المتظاهرين ما هي مسؤولة السيد الكاظمي السيد الكاظمي أخذ على نفسه عهدا أمام الشعب العراقي بأنه سوف يلاحق المجرمين الذين قاموا بقتل المتظاهرين وقاموا بقتل قواتنا الأمنية فشذا اللي بنعسل الكاظم اليوم لجانة تحقيقية أصبحت تسوى هل هو خوف أو قلق أو أنه أضعف من ذلك اليوم مسؤولة أن يفردنا الحقيقة لكن هناك من يقول من مصادر حقيقية في داخل حكومة يقول أن الأطراف التي قتلت المتظاهرين والتي قتلت الناشطين في البصرة وحتى في بغداد هي جماعات مرتبطة بالأمريكان وبالسفارة الأمريكية حتى يخلطوا الأوراق ويوجه التنهاماتهم شرقا وغربا وحتى ضد فصال المقاومة أو حتى ربما ضد الحيد الشعبي وهذا هي طبيعة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيي يحاول أن يخطأ الأوراق ليس فقط في الأوراق في كل دولة يتواجد فيها فاليوم الكاظم عليه أن يفصح عن من الذي يقتل المتظاهرين ومن الذي يقتل الناشطين المدنيين سيد بسام الواضح أن الحديث يدور حول صراع أمريكي إيراني في الداخل العراقي إلى أي مدى بات هذا الصراع يفرض نفسه على المعادلة الداخلية العراقية إلى أي مدى تحديدا يمكن للأطراف التي يصفها ربما الموالي لأمريكا أو على الأقل من يوافق على بقاء القوات الأمريكية في العراق بالأطراف الموالية لإيران إلى أي مدى يمكن أن تفرض رأيها على الكاظمي وعلى مستقبله السياسي أولا موضوع عدم تواجد قوات إيرانية أو معسكر إيراني في العراق هذا بالمقابل يذكرنا بالاتهامات التي تطلق على البعض الذين مرتبطين بالسفارة الأمريكية بمجرد أنه خرج إلى ساحة التظاهر هذا واحد اثنانيا بالنسبة لموضوع الكاظمي واستمرار سياسته الداخلية والخارجية بين إيران وأمريكا أعتقد أن الفصائل المسلحة أو جماعات الضغط الصغيرة ستواصل من تصايدها بعمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا أو استهداف معدات التحالف الدولي لكن هي استبعدت في الفترة الأخيرة استبعدت من القرار السياسي هي حاولت حتى أن تكون في لجنة الحوار استبعدت من القرار السياسي وبدأت بفقد تمويلها الخارجي أو الداخلي سيزداد هذا الموضوع سوءا عليها سيبقى الكاظمي على سياستها أتوقع أنه سيبقى على هذه السياسة هي رويدة رويدا حتى الانتخابات المبكرة ستجد نفسها هذه الجماعات وهذه الأحزاب أنها ضعفت إلى حد كبير وأمام امتحان واقعي وحقيقي بأن لديها شعبية أم لا لا بالتزوير ولا باستخدام الأموال ولا بالنفوذ هذا يتطلب الزمن الزمن سيثبت لنا هذه الأمور كما ثبت في الأشهر القليلة الماضية التي تسلم بها الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية بالإضافة إلى أن موضوع الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق سياستها لن تتغير سواء بوجود الكاظمي أو غير الكاظمي وترامب أو بايدن الموضوع مستمر كما نعلم أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أثبت بوثيقته أنه لن يغير السياسة فيها العراق سيقع على التعاون كما هو بقي الحزب الجمهوري برئاسة الإدارة الأمريكية سيد جمعة آخر سؤال أطرحه عليك وفي نفس السياق الحديث عن الانتخابات المبكرة في العراق ما مدى قدرة العراق على المضي قدما في مسار التطور والسلم بعيدا عن الحسابات الأمريكية والإيرانية طبعا أغلب القوى السياسية تواقع إلى أن ترى العراق عراق مستقر ومستقل في إرادته وهم جميعا تقريبا ذاهبون باتجاه انتخابات مبكرة برغبة بل أنا أضيف لكم معلومة بأن تلاف كتلة الفتح يريد أن يجري انتخابات قبل حزيران لديه رغبة بأن تجري الانتخابات في الشهر الرابع من العام المقبل وبالتالي يذهب باتجاه التصويت على حل البرلمان في الشهر الثاني من العام المقبل وبدأت هذه القوى تتحرك باتجاه إقرار قانون انتخابات هناك أشكالات فنية على عدد الدوائر في كل محافظة كم عدد هذه الدوائر هذه قضايا فنية سوف تعالج وأيضا هناك رغبة جامحة لإقرار قانون المحكمة الاتحادية أغلب القوى البرلمانية تجد بأن وجود السيد الكاظمي في هذه المرحلة هو خطأ وخطيئة لا بد أن يصحه أنا التقيت بكثير من القيادات قالوا خطأنا خطأا كبيرا لكن هناك ضغط شعبي كبير من خلال التظاهرات وبالتالي استجبنا هذه الغلطة يجب أن لا تكرر لا بد أن نجري انتخابات مبكرة ونبني عملية سياسية على هذا الأساس لكن كم سوف يقلل هذا النفوذ الأمريكي لا أعتقد بأن النفوذ الأمريكي سوف يقل من خلال الحوارات السياسية لماذا؟ لأن أغلب القوى البرلمانية والسياسية هي أضعف من أن تقول لأمريكا لا وأمريكا لا تحترم إلى القوي ولهذا وجدنا أن فصائل المقاومة هي التي سوف ترغم أمريكا على الخروج لأن أمريكا لا تعرف إلا لغة القوة أكتفي معكم بهذا وأدعوكم للاطلاع على نتائج التصويت على السؤال المطروح على صفحتنا عبر موقع تويتر هل ضمن الكاظمي لانسحاب الأمريكي من العراق الأغلبية بأزيد من 80% أجاب بلا أشكركم جزيلا الشكر ضيفينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي بسام القزويني ورئيس مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي جمعاء العطواني شكرا جزيلا لكم الشكر موصول إليكم أيضا مشاهدين إلى اللقاء